ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره متفق عليه معاشر المسلمين إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول عقيدة الإسلام فلا يتم إيمان المسلم حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وكان أمر الله قدراً مقدوراً وقال إن الله علم كل شيء قدير ولا يتم إيمان المسلم حتى يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يخرج عن إرادته وقطائه وقدرته شيء مهما يكن إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيقون إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيقون فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا تبديل لخلقه ولا حول ولا قوة إلا به قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا تعشف له إلا هو وإن يمسسك بصيل فهو على كل شيء قدير ولا يتم إيمان المسلم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليفطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليفطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه رواه التلمذي عباد الله إن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض رواه الحاكم وعن عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره قال تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قالكت فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن ميت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد أيها الناس إن من الإيمان بالقضاء والقدر العلم بأن حلو القضاء ومره وخيره وشره غير خارج عن إرادة الله وقدرته ومشيئته فحلو القضاء وخيره قدر من الله وهو من كرمه سبحانه وفضله ونعمته ومر القضاء وشره قدر من مهدور الله يصيب به من يشاء من عباده لكن الطاعة سبب للخير لكن الطاعة سبب للخير والمعاصي سبب للشر والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وكل طاعة فبتوفيق من الله وكل معصية فبخذلال منه والسعيد من سبقت له السعادة والشقي من سبقت له الشقاوة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطل أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم